وتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة حيث تتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في نذاعات القانونية التي تنشأ بين الدول كما تقدم المحكمة آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تتعلق الآمال على محكمة العدل الدولية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد زيادة الخزلان من التوصل إلى ذلك عبر تحرقات المجتمع الدولي ولا عزاء لأكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني إنها محكمة العدل الدولية تلك الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة والتي تتمثل مهمتها وفقا للقانون الدولي في تسوية القضايا الخلافية وهي النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول كما تختص بالإجراءات الاستشارية وهي طلبات للحصول على فتاوى بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من أجهزة الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة تتألف هيئة المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لولاية مدتها 9 أعوام وتعرف محكمة العدل الدولية على نطاق واسع باسم المحكمة العالمية وهي واحدة من الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة التي تشمل الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأمان العامة كما أنها الجهة الوحيدة من الأجهزة الستة التي لا يوجد مقرها في نيويورك تعد أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وليست هناك إمكانية للاستئناف والأمر مطروك للدول المعنية لتطبيق قرارات المحكمة في ولاياتها القضائية الوطنية وفي معظم الحالات تحترم التزاماتها بموجم القانون الدولي وتمتثل إليها وفي حال فشل دولة ما في أداء الالتزامات الملقاة على عاطقها بموجب أحد الأحكام فإن الحل الوحيد المتبقي هو اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمكنه التصويت على قرار ملزم وفقا لميثاق الأمم المتحدة